اشتركوا في القناة تدرس أصول ثلاثة قواعد أربع كتاب التوحيد على شرح الشيخ بن عذيمين رحمه الله تعالى لماذا؟ لأن بالعذيمين رحمه الله يشرح لك التوحيد تعريف التوحيد من أصول الثلاثة هنا يكبر تراجع لكن لو تأخذ مثلا شرح بن عذيمين للأصول الثلاثة رحمه الله والشيخ الفوزان لكتاب التوحيد حفظ الله وحفظه الله هذا تقسيم وهذا تقسيم وهذا تفريع هذا تفريح. لا تستقل معك الامور. وبعد هذا تقول والله لا ادري. هذا هو قول ابن باز رحمه الله او قول الفوزان حفظه الله او قول بن عذيمين رحمه الله الجميع. لا. تمشي على وتيرة واحدة. كان الواحد من السلم يأتي لعالم العلماء السلم. يأخذ عنه العين. ثم ينتقل الى العالم الاخر. ثم هذا الشيخ الان لو تتلمذ على بن عذيمين رحمه الله. واخذ كل مؤلفات بن عذيمين وضبطها. ايش يخرج. بن عذيمين ثاني. لكن هذه المشكلة. ان هنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في شرح. وتختلف عليه الامور فيها. حتى يصير اضل من ثوم الحقيقة. لا. تمشي على تعريف واحد. على تقسيم واحد. على شرح واحد. ونحن نريد نمشي في هذا الكتاب على القول المفيد. شرح الشيخ بن عذيمين لكتاب التوحيد رحمه الله الجميل. طيب. الشرح هذا كيف سيكون? سيكون اذا الكتاب المعتمد ما هو? القول المفيد الشيخ بن عذيمين رحمه الله تعالى. عندنا ملخص لهذا الكتاب لكن الملخص لا يبني على الكتاب الاصلي. طيب كيف سنشرح الكتاب باذن الله? نريد ان نعرف التعريفات والتقسيمات. يقول كتاب التوحيد ما هو والتوحيد افراد الله سبحانه وتعالى بالمختص افراد الله سبحانه وتعالى هكذا تضبط التعريفات التي في الكتاب. الثاني التقسيمات يقول مثلا وقضى ربك تقول القضاء ينقسم إلى قسمين قضاء شرعي وقضاء كون إذن هذا الأمر الثاني الأول تعريفات الثاني التقسيمات الثالث نريد أن الكتاب يرتبط كيف يرتبط أي آية أو حديث تحت الباب لابد نذكر مناسبة الآية والحديث للباب إذن ربطنا ماذا الآيات والحديث مع الباب ثم نربط الباب مع كتاب التوحيك فارتبط الكتاب بأكمله هذا الشرع يعني مثاله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا الباب تحت هذا الباب ذكر قول الله سبحانه وتعالى لا تقوم فيه أبدا ما علاقة هذه الآية التي نزلت في مسج الضراب بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لابد نعرف المناسبة تماما الترجمات اللي هي الباب باب ما جاء في المصورين ما علاقة التصوير بكتاب التوحيك تقول التصوير خلق وإبداع ومضاهر لخلق الله وله علاقة بتوحيد الضرابي وتعدي على حق الله سبحانه وتعالى أو أول شيء حدث في الآرض بشبهة التصوير والتماثيك وله علاقة بكتاب التوحيك ممكن واحد يأتيت ويقول هذا الباب باب ما جاء في المصورين لابد أنه خطأ بعض النساخ أنه بعض النساخ ذكر هذا الباب وهذا له علاقة بكتب الفكر حتى يرتبط الكتاب بأكمل هكذا نريد نشرح الكتاب فقط الآيات والأحاديث مع الباب الباب مع الكتاب ويرتبط الكتاب بأكمل قبل أن نبدأ بالشرح نريد نعرف فهرسة مختصرة لهذا الكتاب لو أردنا أن نفهرس أو نختصر هذا الكتاب نختصر ونقسم هذا الكتاب إلى عشرة أقسام كم قسم؟ عشرة سهلة جدا بإذن الله تعالى القسم الأول مقدم والمقدمة تحتوي على خمسة أبواب هذا القسم الأول الثاني تفسير التوحيد وفسر التوحيد المؤلف وبضدها تتبين الأشياء ثم الأدلة والبراهين على فطلان عبادة ما سوى الله وسبب كفر بني آدم ودحف حجة من يقول أن الشيك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية الأعمال الشيطانية أعمال القلوم الأسماء والصفات أطول قسم بالكتاب هو القسم التاسع المناهي اللفظية والإنفاذ الشيطية وبعض الشيتيات ثم خاتمة الكتاب حسنا الله يختم لي ولكم بالتوحيد من يعيد الأقسام سبحان الله يقول ما قلت لمحدث قد أعد عليه القسم الأول مقدمة خمسة أبواب عندنا مقدمة وخافية هذه قسمين تمام مقدمة ثم تفسير التوحيد الأدلة والبرهين على بطلان عبادة ما سوى الله سبب كفر بني آخر دحف حدة أو ضد على من يقول أن الشرك لاقع في الأمة أو في الجزيرة الأعمال الشيطانية أعمال القلوب الأسماء والصفات المناهي اللفظية والبعض الشركية وبعض الشركيات والخارب هذه أقسام عشرة للكتاب الكتاب هذا الكتاب فيه سبع وستين باب إذا حسبنا الباب الأول لأن الباب الأول قال كتاب التوحيد وقوه الله تعالى وما خلقت الجن والنس الباب الأول هذا نريد نسمي الباب الأول باب وجوب التوحيد هكذا طيب صارت كم باب سبع وستين باب وكم قسم عشاء عشاء عشاء